اشتركوا في القناة ما توقفت اليه لجنة الامتحانات التي بدأت منذ ايام في اعمال مراجعة ورصد درجات زيارة اثلجت صدور المعلمين العاملين هناك فخامة الرئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو زار مختلف اللجان القائمة بتجميع النتائج لمعرفة النسب العامة للنجاح في المواد الدراسية التي من المفترض تكون جاهزة الايام المقبلة فخامة الرئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو وقبل استماعه للمسؤولين ألقى نظرة في الأوراق لمعرفة الدرجات التي تم رصدها محثا المعلمين والمسؤولين على هذا الواجب الاهتمام به باعتباره واجب وطني امتحانات الشهادة الثانوية دورة هذا العام التي نزل لها حوالي 79 600 مترشح من الجنسين أكد العاملون فيها بأن ترتيب العوائل في جميع الشعب باتت جاهزة وانتقد فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو أثناء لقائه المعلمين الذين جاءوا للهيئة بهدف توثيق شهادتهم عملية المراقبة التي تقوم بها المفاتيشيات العامة في قطاع التعليم والتي تسببت في تأخير رواتب المعلمين لشهر يوليو مشيرا فخامته بأن العملية اختير لها الحضور الشخصي للموظف وليست مراقبة التأكد من الشهادات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة